في اليوم العالمي للشباب ماذا يمكن أن نقول لشبابنا الشباب الفلسطيني لشباتنا ماذا يمكن أن نقول لشباب الأمة ماذا يمكن أن نتحدث عن الشباب في كل مكان في العالم حقيقة الشباب هم عماد هذه الأمة هم عماد الحاضر وأمل المستقبل هم الذين سيقودون هذه الأمة لذلك لابد أن نشركهم في كثير من الأمور لابد من إشراك الشباب في أي قرار يتخذ يؤثر في حياتهم سواء على صعود صحية أو بيئية أو سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو تعليمية شراك الشباب مهم حتى نستطيع أن نصل بهم إلى المكانة التي تليق بهم فهم من يقدم هم منبع الفكر ومنبع العلم والابتكار والإبداع والتميز هم منبع للعمل الجاد والمخلص إذن لابد من الرعاية كل الرعاية للشباب لابد من أن نقدم لهم أكثر فهم يحتاجوا مننا أفضل مما نقدم ونتحدث اليوم عن الشباب بشكل عام لكن نخص الشباب الفلسطيني هذا الشباب الذي يعاني معاناة شديدة سواء جراء الاحتلال أو جراء الحصار أو الاستهداف أو الاعتقال أو الاستشهاد أو الإصابة نرى هذا الشباب اليوم على طول الأرض وداخل فلسطين وفي خارجها هم من يحتاج منا أن نقدم لهم شبابنا الفلسطيني اليوم يجب أن يأخذ حقه كاملا في الحياة الحرة الكريمة سواء كان في التعليم أو في الصحة أو في العمل السياسي أو في العمل الاجتماعي أو في العمل النقابي في اليوم العالمي للشباب ندعو المجتمع الدولي أن يكون له وقفات حقيقية وجادة لإنقاذ شبابنا من الاحتلال الإسرائيلي الذي يستهدف هذا الشباب الحصار الاحتلال الحرب كلها مواجهة ضد الشباب لأنهم هم عماد هذه الأمة وعماد هذا الشعب نهنئ الشباب اليوم في هذه المناسبة اليوم العالمي للشباب ونقول لابد أن يكون لهم الدور المؤثر والأكثر تأثيرا والفاعل في الحياة العملية نوجه تحية خاصة لأسرانا من الشباب والذين قدوا فترات وزهرت شبابهم في المعتقلات وفي الأسر نقول لهم الصبر الصبر وإن شاء الله الفرج قريب أيضا نوجه تحية خاصة لمن هو مصاب من شبابنا ونقول لهم احتسبوا ذلك عند الله سبحانه وتعالى وإن شاء الله لكم الأجر العظيم نوجه تحية أيضا إلى شبابنا وشاباتنا في كافة أماكن تواجدهم في الجامعات في المعاهل في المدارس في دور العلم ونقول لهم عليكم مهمة كبيرة وعظيمة أنتم أصحاب إرادة قوية وعزيمة قوية نعم أنتم اليوم تعانوا لكن مطلوب منكم أكثر نقول أيضا لشبابنا وشاباتنا في أمتنا العربية والإسلامية كنتم وقود لهذا التغيير وأحدثتم تغيير كبير في هذا العالم العربي والإسلامي امضوا دائما وضعوا أمام أينكم أهداف عليا تحققوها لصالحكم ولصالح شعبكم ولأهلكم ولأبنائكم فهذا هو الدور المناط بالشباب دور بناء المجتمعات ودور بناء الأمم ودور بناء الحضارات فأنتم المحضن الحقيقي والمنبع الحقيقي لكل تغيير جاد وكل تغيير إيجابي إذن هو يوم مهم نقول من خلال هذه الكلمات نوجهها إلى شاباتنا وإلى شبابنا الفلسطينيين وشبابنا في الدول العربية وإلى أيضا الشباب في كل أنحاء العالم نقول لهم كونوا دائما بعمل مخلص جاد حتى نصل بكم ونصل بالبشرية جمعاء إلى مستقبل أفضل وإلى واقع أفضل يؤثر تأثيرا إيجابيا ولعل المشروعات الشبابية المنتشرة في طول البلاد وعرضها والإنجازات والإبداعات الشبابية التي نلمسها كل يوم تقول أن هناك بالفعل إمكانات وهناك طاقات كامنة لدى الشباب حتى الآن لم تستغل لم تستثمر نقول لصناع القرار نقول لأصحاب المسؤولية العليا يجب استثمار هذه الطاقات الكامنة لدى الشباب وتقديم الرعاية الكاملة لهم وإعطائهم الفرصة الكاملة في الحديث وفي العمل وفي التميز وفي الإبداع ترجمة نانسي قنقر